إحنا إذا اختلفنا وقلنا أنه فيه أزمة في التعليم في مصر وهذه الأزمة لا يمكن أن تقودنا إلى الطريق اللي إحنا بنتمنى لهذه البلد الحبيبة طيب مين اللي يحكم بيننا وبين الدولة والحكومة فيما نقوله حول أن هناك أزمة في التعليم أيضا هقول أنه لا يوجد معيار نحتكم إليه أهم وأكبر من الدستور المصري الدستور المصري هو المرجعية الأساسية التي نحتكم إليها إحنا والدولة والحكومة الدستور المصري هو الملزم للجميع من رأس الدولة لأصغر مواطن من الوزير للغفير كلنا كل الدولة دي بمواطنيها يجب أن تلتزم بما جاء في الدستور الدستور المصري اتعمل 2014 وتم تعديله في 2019 أما نيجي نشوف التعليم في الدستور المصري من حيث الشكل حاجة عظيمة جدا في سبع مواد في الدستور المصري تتحدث نصوص مواد حاكمة تتحدث عن التعليم وتهتم بالتعليم من المادة 19 للمادة 25 طيب خلينا نرجع لمواد الدستور عشان نشوف إيه اللي بيقوله الدستور ونحتكم له هل العملية التعليمية في مصر تلتزم بنص الدستور ولا لا تلتزم بالعكس دي بتخلفه وتنقضه خلينا نشوف المادة 19 هي المادة الأساسية في الدستور المصري حول التعليم خلينا نشوف المادة دي بتقول إيه اسمحولي اسمحولي نقرأ مع بعض المادة 19 نظرا لأهميتها القصوى وإن هي معيار المعيار ده لما نقول إن الحكومة وإنه أزمة التعليم والحكومة غير ملتزمة بنص الدستور تعالوا نشوف مع بعض النص بيقول إيه المادة 19 من الدستور المصري التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدولة بمراءات أهدافه في مناهج التعليم ورسالته وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون هكتفي بهذه الفقرات وهعود لأنه فيه فقرة تانية مهمة للغاية في المدة 19 هنرجع نقرأها مع بعض بس خلينا نشوف العملية التعليمية في مصر هل هي ملتزمة بأحكام الدستور ما ورد في المدة 19 ولا غير ملتزمة بل وتخالفها إحنا عندنا في مصر ست أنواع من المدارس إحنا بنتكلم عند الوقت مرحلة ما قبل الجامعية وحتى في المرحلة الجامعية في نفس الأزمة ونفس المشكلة عندنا إيه ست مدارس خلينا نشوف إيه ست أنواع من المدارس اللي موجودة في مصر عندنا الأغلبية العظمة 95% من المصريين بيروحوا ما يسمى بالمدارس الحكومية وعندنا الخمسة في المئة التانيين موزعين على أنواع تانية من المدارس عندنا المدارس الخاصة بعدين عندنا حاجة اسمها الانترناشنال بعدين عندنا حاجة اسمها مدارس النيل بعدين عندنا حاجة اسمها المدارس اليابانية وبعدين عندنا التعليم الديني والأزهار عندنا ست أنواع من المدارس هذه الستة أنواع مختلفة في كثير من الأمور مختلفة في الولد والتلميذ اللي بيروح المدرسة دي ومختلفة في المعلم ومختلفة في المدارس في الفصول نفسها في المباني التعليمية ومختلفة وأهم حاجة أنها مختلفة في المناهج مفيش منهج واحد بيجمع كل المدارس الستة الأنواع الستة دي ومختلفة طبعا في المصاريف وبالتالي إحنا عندنا سؤال كبير هل العملية التعليمية الحالية منذ 14 على الأقل منذ سنة 14 على الأقل يعني بداية الموافقة واعتماد الدستور المصري حتى الآن هل العملية التعليمية ملتزمة بنصوص ما ورد في الدستور ولا غير ملتزمة بل وتخالفه تعالوا نرجع نسأل نفسنا تاني هل العملية التعليمية كلها وبأنواع المدارس الستة التي أشرنا إليها تبني الشخصية المصرية تساهم في بناء الشخصية المصرية هل العملية التعليمية الحالية على الأقل من 14 لغاية 22 بتحافظ على الهوية الوطنية هل العملية التعليمية بتأمن للولاد اللي بيدرسوا على الأقل أنا معني شخصيا وإحنا معنيين بال95% من المصريين اللي بيتعلموا في مدارس الحكومة هل دي بتأمن المنهج العلمي في التفكير وبتنمي المواهب وتشجع الابتكار وترسخ القيم الحضرية والروحية هل العملية التعليمية بوضعها الراهن بترسي مفاهيم الموطنة والتسامح وعدم التمييز؟ هل هذه العملية التعليمية ترسي قيم عدم التمييز حقيقة وبتأكد على مفاهيم الموطنة؟ من وجهة نظري السؤال مطروحا على الدولة والحكومة ومطروحة على حضراتكم هل العملية التعليمية الراهنة بكل مشاكلها من تعدد المدارس والمناهج والأسادزة وكل حاجة من تخلف المناهج إلى آخر التفاصيل اللي انتو بتعرفوها ربما أكتر مني بكتير هل العملية التعليمية دي بتلبي وتلتزم بنصوص هذا الدستور ولا بتخلفها؟ هذا أمر في غاية الأهمية حتى لا نتوه في التفاصيل حتى هيقول لي أصل الدروس الخصوصية أصل المدارس كلها تفاصيل مهمة للغاية لكن خلينا نتعود أن نفكر في الكليات السبب الرئيسي إيه؟ في دستور حاكم نرجع له كلنا إحنا والدولة والحكومة وبزارة التربية والتعليم وكل أطراف المجتمع نرجع للدستور الحاكم الدستور اللي بيحكمنا كلنا بيقول في المدة 19 ما أوردناه ما سمعتوه حضراتكم يبقى السؤال المطروح هل العملية التعليمية بالمواصفات الراهنة اللي إحنا حكناها دي تؤكد التزام الدولة والحكومة والوزارة بنصوص الدستور ولا تخلفها؟ ده السؤال الكبير اللي بنترحه خلونا نرجع نقرأ الفقرة التانية اللي قلتلكم أنها فقرة في غاية الأهمية خلونا نرجع نقراها مرة تانية حطولنا لو سمحتو مرة تانية المدة 19 بتقول إيه بقى الفقرة التانية في نفس المدة 19 من الدستور بتقول وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية له هنرجع تاني نقول الكلام ده الدستور بيحدد أنه فيه 4% من إجمال الموازنة العامة لمصر يجب أن تخصص للتعليم هنرجع تاني نسأل هل الدولة والحكومة ملتزمة بنص الدستور بالمدة 19 من الدستور ولا بتخلف نمرت واحد أن الموازنة دي موازنة متواضعة جدا 4% للتعليم يعني موازنة لا طليق لا بمصر ولا بالتعليم وإحنا بنخصص موازنات أكبر بكتير لمساء الأخرى ولفروع أخرى يعني مش بأهمية التعليم وبالتالي إحنا محتاجين أنه نلتزم بنص الدستور اللي قال إيه على أن تزاد إلى أن تصل إلى المعدلات الدولية فالنقطة الأولى أن الأربعة في المية غير مناسبة ولا يجوز أن تكون موازنة مصر أربعة في المية فقط طيب الأربعة في المية دول بيتصرفوا كل سنة ولا بينزلوا سبتين ولا بينزلوا وفقا لي بعض التربويين المصريين بيقولك دي مش بتزيد زي ما الدستور قال دي بتنزل دي بتقل وبقت حوالي 2.6 من 10 أيا كانت الموازنة أولا الأربعة في المية لطليق اتنين يجب أن تزاد حتى تصل إلى المعدلات الدولية ثلاثة يجب ألا تمس ما تجيش تقول لي أن الموازنة الأربعة في المية اللي بصرفها لوزارة التربية والتعليم هخصم منها 30 إلى 40 في المية لسداد فائدة ديون مصر خد من أي مكان تاني ما تمسش موازنة التربية والتعليم اللي هي موازنة صغيرة ومتوضعة ولا طليق باسم مصر ولا طليق بتطوير التعليم اللي احنا طول النهار نتكلم الأهمية والتعليم وبناء الفرد وبناء الإنسان كل دا كلام عملياً احنا لا نحقق هذا الكلام الأربعة في المية غير كافيين وما يتمسوش الأربعة في المية عشان يدوبك يلصمونا إلى أن نزيد مواردنا فنزيد الموازنة إلى ما يجب أن تكون عليه حتى نصل إلى المستوى العالمي طيب هيجي حد يقول لي يعني إيه المستوى العالمي كل ما نقول لكم إن إحنا يجب أن نقارن نفسنا بالدول العشرين الكبار أسمع أصوات الحقيقة يعني أنا غير راضي عنها يا عم إن تهجبنا لليابان اليابان فين وإحنا فين اليابان لغاية سنة خمسين كنا إحنا متقدمين عليه اتضربت بالقنبلة الزرية وكانت دولة تعاني من مشاكل كبرى إحنا لغاية الخمسين كنا يعني متقدمين عليها وللآن نحن متقدمين على اليابان في الموارد اللي موجودة في مصر وغير موجودة في اليابان وإحنا قولنا قبل كده إن اليابان اللي مفيهاش خامل حديد هي التانية في إنتاج الحديد على العالم من حيث التفكير وده مهم جدا نقطة مهم جدا وأنا يعني بحب كتير أأكد عليها إنه في منهج التفكير نبطل نفكر بشكل نمطي يا عم إن إحنا إنت هتقارننا بالدول المتقدمة أيوة أم قال لي قارن مصر بإيه أقارن مصر بالصومال مع احترام الشديد للدول العربية أقارن نفسي بليبيا أقارن نفسي بسوريا أقارن نفسي بالعراق لا أنا بقارن نفسي طبعا بالدول المتقدمة لأنه مصر يجب أن تكون من الدول المتقدمة ولا يجوز أن أنا أقارن نفسي بالدول اللي أقل مني بكتير عشان أتقدم للأمام لازم أقارن نفسي بالدول المتقدمة الهند في التسعينات لم تقارن نفسها لا بالباكستان ولا بانجلادش وقالت الحمد لله إحنا كويسين قوي بص الباكستان وبانجلادش قدي إحنا متقدمين عليهم لا قارنت نفسها باليابان وبالصين عشان كده تقدمت والصين عشان تتقدم قارنت نفسها بأمريكا واليابان اللي ضربتها أمريكا بالقنبلة الزرية قارنت نفسها بأمريكا وبقت الأول القوة التانية المتقاربة مع الأمريكان وغزة أسواق الأمريكان عشان نتقدم وإحنا لازم نتقدم يجب ألا نقارن نفسنا بمن هم أقل مننا يجب تصحيح التفكير حتى نقارن نفسنا بمن هم أعلى من دين فيجب أن نشوف الأربعة في المية دي بالنسبة للدول الأخرى بتخصص قد إيه من موازنتها عشان التعليم الذي يجب ألا يتقدم عليه أي استثمار آخر ترجمة نانسي قنقر